السلام عليكم طلاب الحلوين نبدأ في تدريبات شعوب من العالم صفحة 94 التمرين الرابع ما يهمن هنا في التمرين الرابع أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين عندي كلمات بين قوسين سأملأها في الفراغات سنتحدث في تمرين رقم 4 عن ظرف الزمان وظرف المكان الظرف المكان هي عبارة عن كلمة دلتني على زمن حدوث الفعل كيف يعني؟ لما أحكد صديقتي سألتقي بك بعد صلاة المغرب أنا حددت لها زمان ما حددت لها مكان إذن بعد دلتني على زمن حدوث الفعل قبل سألتقي بك قبل الساعة الثالثة حددت لي زمن قبل الساعة الثالثة سألتقي بك إذن بعد وقبل ظرف الزمان فوق وتحت ظرف مكان مثلا وضعت كتبي فوق الطاولة تجلس القطة تحت الطاولة أنا حددت مكان الفعل إذن فوق وتحت بدلوني على مكان الفعل سأضع حذائي تحت الخزانة تحت دلتني على المكان إنه ظرف مكان سنقرأ التمرينات ألف أنظف أسناني قبل النوم طلاب الحلوين لما يكون عندك خيارات من متعدد يعني في عندي اختيارات وأنا بدي أعبي حادي لو جربنا مثلا بجرب أنظف أسناني فوق النوم ما بتظبط أنظف أسناني قبل النوم طبعا أنظف أسناني بعد بعد النوم طبعا ما بتظبط إذن أنظف أسناني قبل النوم جلس الرجل تحت الشجرة يأتي الربيع بعد الشتاء ارتفعت الطائرة فوق البيوت ننتقل إلى صفحة 95 التمرين الخامس هنا التمرين الخامس أعطاني مثال يا حلمين أكمل على نمط المثال المثال هو رفع خالد العلم رفع العلم في هذه الجملة إذا لاحظته خالد كلمة خالد مش موجودة ورفع تحولت لرفع رفع رفع العلم الآن في كلمة لما أجأ أحكي لك رفع العلم ما أعرف مين اللي رفعه إذن الفعل غير موجود فلما تكون على هذه النمط رفع العلم العلم بسميها جملة مبني للمجهول لأنه الفاعل مش معروف لاحظوا عندي أنه رفع هو فعل ثلاثة ثلاث أحرف فلنبدأ أحولها طبعا رفع العلم رفع خالد العلم معروف هاي الفاعل هذا فاعل طبعا أنا ما أبدأ أشطبه هون إذن خالد هو الفاعل أنا عرفت مين معلوم إذن هذه الجملة مبني مبني للمعلوم لأن الفاعل قد علم عرفنا مين هو الفاعل طب دي أحولها أنا ما بهمني مين الفاعل أنا بهمني العلم يرتفع سألت المديرة هل رفع المديرة؟ هل رفع العلم؟ بسألها رفع العلم ما بهمني من اللي رفع العلم هل هو خالد أم أحمد أم أسامة؟ المهم اللي بهمني المفعول به هل حدا هل يعني الوقع الفاعل عليه ولا لا؟ مثلا أنا بهمني يتنظف البيت فبسأل بنتي نظف البيت يعني نظفته البيت ما بهمني من اللي ينظف البيت مثلا فأنا ده ما بهمني الفاعل فبحول الجملة لمبني للمجهول كيف بحولها؟ لاحظوا على الرفع هنا رفع تحولت للروفع تغيرت الحركات ضمينا الأول وكسرنا الحرف ما قبل الأخير ضممنا الحرف الأول وكسرنا الحرف ما قبل الأخير رفع رفع طيب شوفوا هون واثنين في نفس الحالة ضلوا فعل ماضي ألف سمع الناس الأذان أنا بهمني هل سمع الأذان؟ ما بهمني من اللي سمع أكيد من الناس ما اللي بديهم يسمعوا فبس بدي أسأل سمع الأذان؟ أو بدي أأكد على الفئل على المفعول به أنا هون بهمني سمع الأذان وهون المفعول به بتحول من فتحة لا إيش؟ لضمة فبس بدي أكيد من الناس المفعول به سمع الأذان بضم الحرف الأول وبكسر الحرف ما قبل الأخير فبس بسير من سمع لسمع باب شكر الطالب المعلم ما بدي الطالب هل شكر المعلم؟ بحكي شكر المعلم شكر المعلم ما بني للمجهول طرق الضيف الباب طرق الباب أنا بدي أحكي أنه أنا ما بعرف منه الفاعل فبحكي طريق الباب حمل الرجل الصندوق حمل الصندوق تمرين رقم 6 في صفحة 95 في عندي جدول وفي عندي نمط أكمل الجدول على نمط المثال صنع يصنع صنع فعل ماضن ويصنع فعل مضارع وصنع هنا اصنع فعل أمر طيب بتأكمل الفراغات لعبة فعل ماضي ما الفعل المضارع منها يلعبو بالضمة فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة إلعب شوفوا السكون انتبهوا على الألف هون ما في همزة إذن إلعب همزة وصل في الفعل الأمر هنا همزة وصل هنا عندي فعل أعطاني فعل المضارع يقرأ ما الفعل الماضي منها؟ قرأ فتحة انتهت بالفتحة لأنه فعل ماضي مبني على الفتح قرأ يقرأ اقرأ طب يجلسوا أعطاني الفعل المضارع جالسة تنتهي بأيش بالفتحة اجلس اجلس فعل أمر انتهت بأيش بالسكون فأقول فعل أمر مبني على السكون تنتهي بأيش بالفتحة